في زيارة عمل رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عددا من اللقاءات مع العاهل الأردني ورؤساء الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان المزيد في هذا التقرير بعد وصوله للعاصمة الأردنية عمان في زيارة عمل رسمية يقوم بها رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي والوفد المرافق له التقى في قصر الحسينية بملك المملكة الأردنية الهجمية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحث الجانبان تطورات الشان اليمني والعلاقات الثنائية وأمن المنطقة في ظل تزايد الأنشطة الإرهابية من جانب الميليشيات الحوفية المدعومة من النظام الإيراني خصوصا على حركة الملاحة الدولية نعبر عن تقديرنا لدور الأردن ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم لحكومة الشرعية في اليمن وفي نفس الوقت أيضا استضافت اليمنيين الذين خرجوا بسبب الحرب وناقش العليمي مع رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة جوانب التنسيق المشترك على كافة الأصعدة والضغط المطلوب لردع اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية والمدنية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والإنساني كما ناقش الجانبان الإجراءات الحكومية المشتركة لاستئناف اجتماعات اللجنة الوزارية العليا والاستفادة من الخبرات الأردنية في بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتدخلات الإنمائية والخدمية المتاحة الرئيس العليمي التقى كذلك رئيس مجلس المواب الأردني أحمد الصفدي البحث في تطورات الوضع الداخلي لبلادنا وفرص تعزيز العلاقات في الجوانب التشريعية وتنسيق المواقف الداعمة لجهود استعادة الأمن والاستقرار كما التقى أيضا رئيس مجلس العيان الأردني فيصل الفايز لتنسيق المواقف في مختلف المحافر الإقليمية والدولية لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين